مرضى تنفيذا لتوجهات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسة حياة كريمة بتطلق سلسلة من الندوات التعريفية والتوعوية حول مبادرة حياة كريمة ونشر قيم العمل التطوعي لدى شباب الجماعات طبعا دي كانت توجهات لسيد الرئيس ان احنا نزود جرعة الوعي ونفهم الناس يعني حياة كريمة بأول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعرفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لكون المؤسسة مضلة للعمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأث نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات طبعا يعني برأت مؤسسة حياة كريمة أولى ندواتها بكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان التوعية والتعريف بالجهور التنموية في المشروع القومي حياة كريمة وهي المبادرة الوطنية اللي أطلقها السيد الرئيس المبادرة أقيمت أو الندوة أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخوشت رئيس جامعة القاهرة دكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية دعم من دكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع بحضور آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وغادل بهنساوي رئيس المركز الإعلامي المؤسسة والدكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبحضور حشد كبير من الطرق